تدشين مشروع حجرات الذي يتبناه فريق منح للأعمال الخيرية في محافظة الداخلية من أجل بناء منازل لذوي الدخل المحدود يترجم الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير المسكن الملائم نحن تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية منح وهي الحاضنة لفريق منح الأعمال الخيرية مشروع حجرات هو إحدى مشاريع الفريق الخيري التي تربو عن 18 مشروع تقريبا يهدف مشروع حجرات إلى بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود من الأسر المتعففة المدرقة في كشفات الفريق المستفيد لمشروع حجرات لا بد أن تتوفر فيه أسس وضوابط هذه الأسس وضطرت في توصيف المشروع لا بد أن يكون من ذوي الدخل المحدود حفل التدشين عكس الجهود التي يبذلها فريق منح الخيري في تنفيذ مشاريع مجتمعية خدمية تعكس تعاضد المجتمع وقيمه الحميدة المتأصلة لا بد أن يكون مستفيد عدد أفراد الأسرة ما لا يقل عن خمسة خمسة أفراد ويتم بالتنسيق مع وزارة الإسكان وتخطيط العمراني بداية المنازل الآن تم افتتاح اليوم مشروع حجرات وهي باكورة مشاريع الآن حجرات رقم واحد تم افتتاحه اليوم ومشروع حجرات رقم اثنين قيد الإنشاء تم تنفيذ أو تمويل هذه المشاريع بالتنسيق مع المجتمع نموذج الوحدة السكنية لمشروع حجرات التي سيتوالى تنفيذها تشتمل على العدد المناسب من الغرف والمرافق التي تحتاجها كل أسرة ويتم تجهيزها بكافة الخدمات الأساسية مشروع حجرات لبناء منازل للأسر من ذوي الدخل المحدود الذي أطلقه فريق منح للأعمال الخيرية يؤكد على أهمية العمل التطوعي في الرقي بالمجتمع سعيد بن الديب الهنائي محافظة الداخلية ولاية منح